بخصوص الإجراءات المرتبطة بزلزال الحوز أولا يجب تمييز بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة والتي هي إجراءات كثيرة ومتعددة الهدف منها هو عودة البنية التحتية بشكل سريع إلى مستوى أداء ديالها قبل زلزال الحوز هذا عمل تقوم به الحكومة المؤسسة المكلفة وهي مؤسسة الحوز تمت المصادقة على القانون الصفقات المتعلقة بالقطاعات المتضررة تم إطلاقها وهناك اشتغال دؤوب ومتواصل من أجل إعادة المنطقة إلى وضع ما قبل الزلزال في أفوق طبعا تطبيق لهذه الرؤية الجديدة التي أقرها جلالة المالك والغلاف المالي ديالها 120 مليار درهم بخصوص الدعم المباشر كان جوج الأنواع ديال الدعم كان الدعم الذي يتعلق بـ 2500 درهم لكل الأشخاص الذين تضرروا والأسار وكان الدعم الثاني المرتبط طبعا الدعم الأول بالنسبة للمنازل اللي عندها يعني واحد للإنهيار جزئي والمحدد في 80 ألف درهم أو للمنازل اللي عندها إنهيار كامل والمحدد في 140 ألف درهم بخصوص 2500 درهم كنت أعطيت الرقم الذي يتعلق بشهر أكتوبر في مناسبة سابقة إذن كنت تكلمت عليه 27753 عدد الملفات التي تم يعني معالجتها الذين تلقوا 2500 درهم خلال شهر أكتوبر بالضبط هي 25228 مستفيد بخصوص شهر نوفمبر لأنها يتم أول بأول وفور التوصل بهذه الملفات بمعنى أنه العدد دي الأكتوبر أنا تتكلمت عليه عدد الملفات التي تم توصل بها ومعالجتها أنا تتكلمت عليها اللي هي 27753 لكن التي تم أداؤها 25228 هناك يعني واحد النسبة هي 92% هناك ملفات اللي ربما يكون بعد المشاكل التقنية لكن سوف يتم معالجت كل هذه الملفات بخصوص شهر نوفمبر إلى حدود 13 إلى حدود يعني أولى قبل أمس إلى حدود 13 من هذا الشهر عدد الملفات المتوصل بها 24573 عدد الملفات التي تمت تأديتها 23931 بالنسبة للإنجاز 97% طبعا سوف يتم معالجت الملفات التي سوف تتلقاها المصالح المختصة أولى بأول بخصوص الآن الدعم المتعلق بإعادة البناء المنازل التي انهارت بشكل جزئي والمتمثيل في 80 ألف درهم تم إقرار دفع أولى اللي هي المبلغ ديالها 20 ألف درهم عدد الملفات تقريبا التي تمت توصل بها حوالي 6000 ملف لحد الآن يتم الآن معالجة هذه الملفات إلى حد الآن تمت أداء 3326 ملف بالنسبة للخمسة وخمسين والعمل كيفما قلت هو مستمر من أجل معالجة مختلف هذه الملفات والملفات التي سوف يتم التوصل بها مستقبلا شكرا لكم شكرا لكم